أعلنت حركة طالبان في أفغانستان أنها أعادت أكثر من ألف أسرة من العاصمة كابل إلى ولاياتهم الأصلية شمالية البلاد وتسببت الاشتباكات دامية بين مقاتلي طالبان وقوات الأمن التابعة للحكومة السابقة في نزوح الألاف وأفاد عبد المتين رحيمزي رئيس شؤون اللاجئين والعائدين في كابل في تصريح للأنادول بأنه تم نقل أكثر من ألف عائلة نازحة من حديقة شهر ناو وسط العاصمة بالتعاون مع وكالات إغاثة مختلفة والشهر الماضي حذرت المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق في أفغانستان بسبب تجميد المساعدات في عقب سيطرة طالبان على السلطة وفق للتقديرات نزح ما يقرب من ثلاثمائة ألف أفغاني داخليا بسبب القتال خلال عام 2020 وحده ولا يزالون في حاجة ماسة للدعم الإنساني كما يحتاج ما يقرب من ثلاثة ملايين نازح سابقا 9 ملايين شخص فقدوا سبل عيشهم بسبب جائحة كورونا إلى المساعدات الإنسانية أيضا وفق المنظمة الأممية وخلال زيارة إلى أفغانستان شهر الماضي أشار المفاوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي لأنه بعد أكثر من أربعين عاما لا يزال اللاجئون الأفغان يشكلون واحدة من أكبر حالات نزوحي في العالم